والما تصحى الصبح قبل ما الولد حتى يصحى حط إيدك كده على دماغه أو قبل ما ينزل للمدرسة حط إيدك كده على دماغه وإقرأ هذه الآيات الثلاث بنية من قلبك أن يقذف الله فيهم الهداية وأن يجعل في أخلاقهم الصلاح والتقى والحسن وممكن تكرر الكلام ده وهم نيمين بالليل طيب وبعد كل صلاة استعم بهذه الآيات الثلاث يعني داوم على قرية الآيات الثلاث علشان ربنا سبحانه وتعالى يحسن أخلاق أولادك وبناتك أول آية في صورة الأحقاف الآية 15 ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إيه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصبح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الآية التانية بعد ما تصلي على النبي الزين الآية 74 في صورة الفرقان ولي ربنا فيها بيقول ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أحين وجعلنا للمتقين إماما الآية الثالثة والأخيرة هي الآية 83 من صورة الشعراء ولي ربنا بيقول فيها على لسان نبي الله إبراهيم رب هبلي حكما وألحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين